الحديث السابس عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر أنا أعلم ذلك لكم قال فأوضع على بعير يعني أسرع فأدركه يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في أثره من الذي يتكلم ثوبان ليش في أثر عمر حصل الفائدة ماذا سيقول وماذا سيقال له قال عمر أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة روى أحمد بن ماجة وهو حديث صحيح السؤال الآن لكم السؤال الآن لكم قال في الحديث يقول ثوبان لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا أي المال نتخذ ما الذي نزل في الذهب والفضة أصلا أنتم واحد أجبتم هنا أولا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الصحابة خاف مع أن الأمر كما يقول ابن عباس كل مال أديت زكاته فليس بكنز يعني لو واحد خز عنده ذهب وفضة وأدى زكاتها ما يعتبر من الذين يكنزون الذهب والفضة أن ينفقون في سبيل الله ويشملهم الوعيد الذي في الآية مع ذلك الصحابة من حساسيتهم لما نزل فيها الوعيد هذا قالوا يعني أي شي الأموال اللي نتخذ يعني لأن الذهب والفضة خطيرة يعني فماذا نكنز أي المال نتخذ أي المال نتخذ إذ ذهب والفضة فيها هذا الوعيد أي المال نتخذ رأى حمر يسأله فأجابه بجواب من نوع آخر تماما مختلف قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة عين على أمر الآخرة ثلاثة أشياء طبعا توضيح الآية تفسيرا يعني في البخاري باب ما أدي زكاته فليس بكنز ثم ساق البخاري رحمه الله بإسنادي عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال جعل الله الزكاة طهرا للأموال رواها البخاري قولهم فأي المال نتخذ سرعة استجابة الصحابة وتفاعلهم مع الوحي النازل وسعهم لتغيير واقعهم مباشرة فورا ما الذي ينجينا ماذا نعمل كيف نغير الذهب الفضة في أهل وعيد نروح لأين في الأموال ماذا نفعل هم الآن سألوا عن المال قالوا أي المال نتخذ فأمرهم باقتناء القلب الشاكر واللسان الذاكر والزوجة المعينة على آخرة ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا هذا الشاهد في موضوعنا في إصلاح القلوب اتخاذ القلب الشاكر لابد أن يصل الواحد إلى مرتبة القلب الشاكر القلب الشاكر لأنه أهم أركان الشكر أليس الشكر بالقلب واللسان والجوارح والشكر بالقلب أعظم الشكر فالاعتراف بالنعمة للمنعم هذا من شكر القلب أبوء لك بنعمتك عليّا نسبة النعمة للمنعم مطرنا بفضل الله ورحمته وليس مطرنا بنوء كذا ونجم كذا مطرنا بفضل الله هذا من شكر النعمة الاعتراف بالنعمة للمنعم شيء قلبي ونسبة النعمة للمنعم وتعزى إليه وظهور التذلل له والامتنان الشعور بالامتنان للمنعم أنت ما تشعر بالامتنان لواحد عزمك على غداء فكيف بمن يطعمك ويسقيك ويشفيك ويعاذيك كل يوم يجعلك قادراً على التنفس نعمة المفاصل نعمة إخراج الفضلات كل هذا أليس يجب الشعور له بالامتنان؟ هذا عمل قلب الشاكر عمل القلب الشاكر طيب اللسان الذاكر سيصدق القلب الشاكر فيقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا أطعمنا وسقانا والشكر بالجوارح استعمالها في ما يرضي المنعم كاستعمال العين في النظر في المصحف والنظر في كتب العلم والنظر في آيات الله المنثورة في الكون يعني الله قال عن السماء وهم عن آياتها معرضون ليش نعرض عن آياتها؟ ليه يا أخي انظر انظر وهم عن آياتها معرضون انظر إلى النجوم زيناها للناظرين رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون طيب النظر في الأمانات لتمييز من صاحب الأمانة الفلانية ومن صاحب الأمانة الفلانية حتى تعطى له النظر في عبادات كثيرة للنظر إذا الشكر بالجوارح استعمالها في ما يرضي المنعم وفي طاعة المنعم وعبادة المنعم ومما يعين على الشكر يعني اتخذ أحدكم قلبا شاكرا من كيف يكون القلب شاكر إذا نظر القلب إلى من هو أقل في النعمة وتدبر حال الأقل حتى يرى إيش فضل الله عليه وإلا ما يمكن يرى فضل الله يعني من من وسائل أن يرى فضل الله عليه أن يتأمل في من هو أقل منه صحة أولادا أصغر بيتا أقل دخلا أقل في أمور كثيرة الوظيفة الثياب الأثاث السيارة قال وزوجة تعينه على أمر الآخرة هذا طبعا الآن الكلام للأزواج والرجال طيب اعلم يا عبد الله أن زوجتك الصالحة اسمها في الشرع كنز كاف نون زين اعلم كذا يعني شرعا أن زوجتك الصالحة اسمها في الشرع كنز يعني إذا أردتها خاطب يقول يا كنزي إيه طيب يقول عشان لا تصاب بالعجب ما أنا قائلة طيب يقول أنه حسب الحديث قال يعني يا رسول الله ماذا نتخذ من المال قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة فإذن الزوجة التي تعين على أمر الآخرة أنفع من الكنز وخير ما يدخره المرء يعني الواحد يحافظ على المال عادة يحافظ على الذهب وعلى الفضة ويكنز ويحافظ على المكنوز فاتدخر زوجة صالحة اكنزها وحافظ عليها يعني ما على طول طلاق ضيعها وزوجة تعين على أمر الآخرة قال في عون المعبود في شرح سنن أبي داود وفيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه إذا نظر الرجل إليها سرته أي جعلته مسرورا لجمال صورتها فلذلك المرأة الصالحة تهتم بقوامها وجسمها لأجل أنه إذا نظر إليها سرته هذه من التعبدات ترى النسائية التي أحيانا تفوت عليها أو تفعلها بنية الرشاقة يعني بنوايا أخرى مع أن لو أخذتها منها النية أجرت يعني هي تبغى تصير إيش التي تسر إذا نظر شف هذه من التعبدات تعبدات اللي تفوت على كثير من النساء تهتم بمظهرها لكن لو صححت النية تأخذ أجر ولما صححت يمكن ما تأخذ أجر يمكن تأخذ وزر إذا قصدت بالرشاقة والشكل والاهتمام بالمنظر إنها أحسن من فلانة وتطلع أحسن ندري إيش والعجب والغرور نعم أو ما أو من مجرد كذا يعني أن تحب تطلع جميلة وبس يعني خلها نية مباح لا فيها وزر ولا أجر لكن لو نوت بجمال قوامها ورشاقتها وحسن مظهرها ومنظرها إنه إذا نظر إليها سرته هذه فيها أجر شرح موضوع الرشاقة للمرأة من هذا الباب مهم لأنه يلفت النساء إلى شيء تريده في العادة وتحرص عليه ولكن يقوي قال لها هذا إذا جيتي من هذا الباب في أجر ولا كلهم يعني في الاهتمام بالمنظر والثياب والحلي والمدري إيش والاعتناء بالقوام والشكل والمدري إيش والحمية وأنواع الأدهان والأطياب والأصباغ قال في عون المعبود لأن النفع فيها أكثر يعني أكثر من الكنز انتبه انتبه يا عبد الله قال فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه إذا نظر الرجل إليها سرته أي جعلته مسرورا لجمال صورتها وحسن سيرتها وحصول حفظ الدين بها وإذا أمرها بأمر شرعي أو عرفي أطاعته وخدمته وإذا غاب عنها حفظته وهذا معنا حديث الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة قال العلام الطيب رحمه الله وقيد بالصالحة خير متاع الدنيا المرأة الصالحة قيد بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع إذا كانت عكس ذلك ما هو مفهوم الحديث خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أن لو كانت عكس ذلك فهي وبال عليه سبب من انحرافه وانتكاسه وهبوطه في الدركات الزوجة التي تعين على أمر الآخرة العفيفة الدينة المصونة الكريمة المؤمنة التي تؤدي حق الله وتشكر نعمة الزوج وتعرف حرمته هذه تكاد تكون أطيب حلال الدنيا الزوجة الصالحة ولذلك حث عليها وحرص وأمر بها والسعي في اتخاذها وإذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت في عرضه وعرضها وماله وحتى تحفظ عليه نسبه وفراشه خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي تحفظ زوجها من الحرام وتعين على أمور الدين والدنيا وكل لذة أعانت على أمور الآخرة فهي محمودة وهذه لذة لكن لأنها تعين على أمر الآخرة فصاحبها يتنعم بها في الدنيا وتكون سببا في نعيمه في الآخرة فهي التي تجتنب مساخط ربها ومكارها زوجها وتحسن أخلاقها وتصفر على جفائه ولا تخونوا في ماله ويطيب عيشوا بذلك وقال القاضي عياض رحمه الله رغبهم عنه يعني عن الذهب والفضة رغبهم عنه يعني أن لا يحرصوا عليه إلى ما هو خير وأبقى من الذهب والفضة ألا وهي المرأة الصالحة الجميلة ما دامت معك قال تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك وإذا غبت عنها تحامي مالك وترعى عيالك عون المعبود ومن فوائد الحديث أن خير ما يتخذ المسلم من الكنوز والذخر هذه الأشياء الثلاثة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة وفيه تنبيه السائل عند جوابه على ما هو أنفع له في دينه ودنيا لأنهم سألوه ماذا نتخذ من المال نزل في الذهب والفضة ما نزل من التخويف ماذا نتخذ من المال فلفت نظرهم إلى ما هو أنفع من كل الأموال لكنزل حقيقي وكذلك في الحديث منزلة القلب لأن أول شيء لما قالوا له ماذا نتخذ من الأموال قال اتخذ قلبا شاكرا فبدأ به فهذا القلب الذي يتخذه المؤمن ويجعل هذا القلب شاكرا لنعمة ربه عليه بلا شك أنه سيكون نعمة مدخر نعمة الادخار الدخر هذا الكنز هذا القلب الشاكر واللسان الذاكر